رسالة الله للحكام خلينا أبتدي أقول أحبائي أنه كل الكتاب هو موح به من الله نافع للتعليم والتقويم للتوبيخ والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح ورسول بولوس كمان بعلمنا في رسالته إلى كنيسة روميا أنه كل ما كتب في العهد القديم كتب لتعليمنا وكتب أيضا لإنذارنا حتى إحنا اللي انتهت إلنا آخر أو آخر الدهور نتعقل نحضر ننتبه ونتعلم من دروس الماضي الإنسان اللي ما بيتعلم من دروس الماضي طبعا هو إنسان يعني غبي ولا يصل إلى أي هدف وإلى أي طموح ممكن يصله الله رسالته وصوته واضح عبر العصور وعبر الأزمان رسالة واضحة لكل شخص الكتاب بعلمنا أنه نكرم الله وأنه حب الله من كل قلوبنا والعهد الجديد بعلمنا أحبائي ليس إله آخر إلا واحد وربا واحد للجميع فإذن هاي نقطة كتير كتير مهم سواء حاكم والي ملك رئيس كاهن قسيس أي إنسان في قيادة لازم يتذكر أنه في رب واحد فوق الجميع فإذا هذا بتطلب مني أن أكون مواطن صالح أصنع السلام وأيضا يعني أنقل وأفعل الخير وأكون إجابة في المجتمع المجتمع ترجمة نانسي قنقر